مملكة البحرين مملكة البحرين ومنذ الأزل مملكة لها ما يميزها وعلى أرضها ما يلازمها من لوحات ملونة وأرضية خصبة نمت فيها مختلف أشكال التراث الاجتماعي والإنساني والحضاري العريق تتجانس فيها كل الأديان والمذاهب ليعيش سكانها والمقيمون على أرضها بأمن وحرية وبألفة مطلقة لا يفرق بينهم اختلاف أصل أو مذهب بالفعل فالذي مهد الطريق لذلك هي الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والذي دائما ما يوجه بضرورة النهوض بمجال حقوق الإنسان والأخذ بيده نحو الرفعة والاستقرار قوام العيش بسلام في دولة مؤسسات وقانون هو بقدر ما تشاهده فيها من معالم واقعية لنماذج تعايش سلمي ووئام تراها بأم الأعين وقد بات الجمع بجميع معتقداتهم وأصولهم ومنابتهم يعيشون بتناغم وانسجام داخل مجتمع واحد متماسك بفكر من يستقرون بين جنباته فكر اعتدال تنعدم فيه التفرقة والتمييز لتنشط بين خلاياه وحدة مصير وعلاقة تكاملية ترتقي بمبادئها وأهدافها ما دام المبتغى رفعة البحرين وازدهارها البحرين ومنذ الأزل وقد صدقت تاريخ وقتما أنصفها بأنها مهد السلام والتقاء الحضارات على مر العصور مملكة لها ما يميزها وعلى أرضها ما يلازمها من لوحات ملونة وأرضية خصبة نمت فيها مختلف أشكال التراث الاجتماعي والإنساني والحضاري العريق تجانست فيها كل الأديان والمذاهب ليعيش سكانها والمقيمون فيها بأمن وألفة وحرية الأمر الذي جعل أرض الخلود مكانا آمنا للعيش والعمل والتعليم وأداء الشعائر والمعتقدات الدينية في جو الراق الكل فيها بمثابة أسرة واحدة متحابة ومتعايشة مع بعضها البعض في السراء والضراء لا يفرق بينها اختلاف أصل أو مذهب حقوق الإنسان في رعاية ملكية دائمة تذود عن الحريات والأعراف وتحتضن المعتقدات كافة وما النهج الإصلاحي الذي عظم قوامه أكثر برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي كان وما يزال يوجه بحتمية الارتقاء بفصول مجال حقوق الإنسان والأخذ بيده نحو الرفعة والاستقرار إلا منارة اهتدت بها البحرين لتقطع شوطا كبيرا في مبادئ صوني وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا يخفى على المتابع لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين فالمملكة ما فتئت تولي بالغ الاهتمام لجهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون وضمان العدالة الاجتماعية والسيادة القيم الإنسانية السامية إلى جانب اعتمادها لعديد الخطط الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى تشكيل عدد من الجهات الرسمية المتخصصة بإدارة حقوق الإنسان كإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عام 2018 ناهيك عن إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي العام الماضي ولخصائص متفردة تتميز بها مملكة البحرين تاريخيا كحاضنة للتنوع الثقافي والديني والعرقي أيضا يظهر جليا ما تساند به البحرين عالميا مجال حقوق الإنسان كمنطلقات عظيمة رسخها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم عبر العديد من المبادرات كإعلان مملكة البحرين الذي صاغه جلالته برؤيته الثاقبة ليصبح وثيقة مرجعية عالمية لنشر النموذج البحريني للتعايش السلمي على النطاق الإنساني وصولا إلى كرس الملك حمد لحوار الأديان في جامعة سبينزا الإيطالية وبرنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة في جامعة أكسفورد والذي يترجم عمليا الرؤية الملكية في تهيئة جيلا من الشباب كسفراء للتسامح حول العالم ترجمة نانسي قنقر شكرا